اللي احنا اللي انا بقوله بس ازا كان ملف ازا كان ملف الاصلاح الاداري اولوية واعتقد انه هو اولوية بالنسبة للمجتمع ان احنا كلنا من زمان بنتكلم على ان الاصلاح الاداري وبدون اصلاح حقيقي اداري حقيقي وشامل مش هنقدر نحقق كل خطة الاصلاح الاقتصادي والاجتماع اللي احنا بنعمل بنتكلم عنها فحد يقول لي بقى الاصلاح الاداري ده ممكن يتعامل ازاي من غير اطار تشريعي قوي ومعاصر ومختلف عن الاطار التشريعي اللي كان موجود منذ عام 78 وحد النهاردة اكتر من 37 سنة يعني بمعنى بسيط ان انا ازاي اعمل اصلاح اداري وانا بسا عندي قانون الاديم اللي كان بيقول ان بالنظام التعينات اللي كانت موجودة في الحكوم من غير ما اتكلم على ما هي كانت اللي موجود في نظام التعينات اللي موجود في الحكوم من غير ما فعل المادة الدستورية اللي بتقول ان الوظيفة العامة حق ولكن على اساس الكفاءة ودون اي اعتبار للوسطى ولا المحسوبية لما حط اطار تشريعي بيسمح بدا لما حط اطار طول عمرنا بنتكلم على التشوهات اللي موجودة في هيكل الاجور وانا الاجر الاساسي يمثل كذا والاجر المتغير بيمثل كذا والتفاوتات غير العادلة مطلقا بين الجهات المختلفة اللي موجودة في الدولة وازاي تأثير ده سلبا على المستحق الاصحاب المعاشات ولما بيحال الموظف الى المعاشر فلما اقول ان انا بتنقل من اجر اساسي ضعيف لاجر وظيفي كبير وبربط ده بتعديلات على قانون التأمنات والمعاشات وعلى القانون مقترح القانون الجديد اللي احنا في الحكومة عاكفين حاليا لإعداده علشان نقدمه لمجلس النواب يعني